كان من المقرر فتح باب الترشع لها صباح اليوم السبت كما نتحدث في هذا الجزء عن تأثير تأجيل الانتخابات على الوضع السياسي والاقتصادي والأمني الذي صار كما ترون وكما تابعنا معي وأرحب في هذا النقاش الدكتور علاء أبو النصر الأمين العام لحزب البناء والتنمية والدكتور عمار علي حسن الكاتب والباحث السياسي المعروف أهلا بكم وأتوقع أن ينضم إلينا أيضا آخرون عبر الهاتف دكتور عمار كثيرون رأوا أن حكم المحكمة الأخير كان بمثابة منحة كان بمثابة فارج من عند الله كي نخرج من الأزمة هل ترى ذلك أم أنه دخلنا في عمق الأزمة الثانية أولا المسألة لها شقين شق يقلق وشق يعتبر من حزمة حضرتك تحدثت عنه الشق اللي يقلق هي تدني الكفاءة في صياغة القوانين والتشريعات بشكل عام وفي إدارة الأزمات وفي استعمال السلطات يعني الدستور ينص على أن لا بد لرئيس الوزراء والوزراء وأن هما يوافقوا على القوانين لكن فكرة تركز السلطة في يد شخص واعتبار أن رأي رئيس الوزراء أو الوزراء هو رأي محسوم سلفا ده يشكل خطر في الحقيقة الشق الثاني لحضرتك قلته برضو في احتمالين احتمال الأول أن قد ينظر إلى هذا الحكم باعتباره فرصة جيدة لإصلاح ما تم إفساده ولملمة الأشتات والأوراق المبعصرة ومحاولة الاستجابة للمطالب المبررة والمشروعة لكافة القوى السياسية والوطنية السلطة فيما سبق تعنتت تحت لافتة ألا يلوى زراعي الآن يمكن تسويق هذه المرونة وفق الحديث عن احترام أحكام القضاء وهذا يكون جيد في الحقيقة ويمكن مبادرة الحزب الوسط التي ألقيت في يعني أكيد سنتعرض لا يعني تشكل قوة دافعة مجرد اقتراح يمكن أيضا البناء عليه لكن في وجهة نظر أخرى وفي احتمال آخر أن السلطة أيضا تعاند وتتعنت وتكسب الوقت وتقول بشكل واضح أنا لست مستعجلة على البرلمان لدي مجلس تشريعي مجلس الشورى عنده صلاحيات التشريع ولسنا مستعجلين على البرلمان ويبقى الوضع على ما هو عليه لا تغيير للحكومة لا تغيير للنائب العام لا حوار وطني حقيقي وجد حول قانون الانتخابات عادل يضمن تكافؤ الفرص والمجلس التشريعي موجود لدينا وهو مجلس الشورى والانتخابات تجرى وقت ما تجرى دكتور علاء نفس السؤال هل أدخلنا حكم المحكمة في مأزق آخر أم أنه أعطى هدية بحكمه أن يجب إعادة مشروع قانون الانتخابات أو قانون الانتخابات المحكمة الدكتورية مرة أخرى ووفر علينا مجهودا ومالا وصداعا في الرأس يعني كنا سنعاني منه نعم بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ بالكوم النصف الكوب المملوء الأول الحتة الإيجابية في هذا الحكم أولا ربما كان هناك بعض الأحزاب لم تستعد الاستعداد الجيد لأعمالية الانتخابية وبالتالي هذه الفرصة تكون سانيحة لهم بالوقت يعني هو وبلما القانون ينتهي تكون فرصة جيدة لهذه الأحزاب أن يعني تعيد ترتيب صفوفها من جديد هذه واحدة الثانية أنه هناك بعض التحالفات كانت في الطريق ولم تحسن بعد فهذا الوقت ربما يعطي الفرصة لهذه التحالفات أن تتبلور وتتضح الإيجابية السالسة المقاطعون أنا قد شايف يعني مقاطعة البعض وإن كان الانتخابات كانت تتجرى والعملية هتمشي وتسير ولن تتوقف عند مقاطعين ولكن هذه فرصة طيبة لإعادة النظم مرة أخرى من قبل هؤلاء المقاطعين أن يعودوا إلى هذا المسير ويلتحقوا بهذا الرد ربما يكون في وجودهم شيء جميل من ناحية التنوع من ناحية إسرائيل الحياة السياسية وجودهم مطلوب ومهم أي أن كان توجهاتهم وأي أن كان أيديولوجياتهم فهذه أمور يعني إيجابية لابد أن ننظر إليها هناك نقطة سللية لكن اسمح لي ربما أنا قد أخطأت في تحديد السؤال إنما سؤالي أن هذا الحكم هو أخرج الرئاسة أو أخرج حزب الحرية والعدالة أو أخرج الذين كانوا يستعدون لخوض الانتخابات من ورطة أن تكون تلك الانتخابات غير شرعية وغير قانونية ربما ولكن هناك نص في الدستور أنه بعد الرقابة المسبقة للمحكمة الدستورية لا يجوز الطعن على هذا القانون أمام أي محكمة فبالتالي لو كان القانون عمل بي كان خلاص انتهى وكان حصنا تماما لأن ده نص دستوري إن هي المحكمة الدستورية ليس لها رقابة إلا مسبقة فقط وبعد التعديلات وبعد إصدار القانون وبعد العمل به لا يجوز الطعن فيه أبدا النص في الفارغ النص الفارغ إن أنا أخشى من تطويل الفترة الانتقالية لأن زي ما حداغ عارف الدستور بي نص من المحكمة الدستورية 45 يوم أو تبط في هذا خلال 45 يوم فهي من حقها ممكن تحكم دلوقتي ممكن تحكم بعد 45 يوم فبالتالي إذا افترضنا جدلا إن يعني إن يقعد 45 يوم وهيعود القانون إلى مجلس شورى إذا كان هناك تعديل طبعا حسب السيناريو اللي بيقول إنه في تعديل ربما تقول هو القانون سليم وتمام لكن إذا افترضنا إنه هناك تعديل ويعود إلى مجلس التشريع ويعدل وفق ما رأت المحكمة الدستورية فلابد وفقا للحكم الأخير دوت إنه هي رجع لها تاني وقدامك كمان 45 يوم فالتطويل دوت أنا أقشى لا هو التطويل ليس 45 يوما يعني دكتور عماري على الحسن أنت كتبت أن المسألة قد تطول لأنه ليس هناك إلزام للمحكمة الدستورية أساسا المحكمة الدستورية ليس 45 يوم تقرير المفوضين لا يتنظر بعد إذا حولتها لها المحكمة المحكمة الإدارية حكمت بالتحويل للمحكمة الدستورية لكن هو كان واضح في الحقيقة في مشكلتين في الموضوع أن حتى يعني هم انفردوا بوضع الدستور وانفردوا بوضع قانون الانتخابات ولم تكن لديهم الكفاءة المعنية بحيث يقيسوا ويطابقوا هذا القانون على القاعدة الدستورية وحتى في المسائل الإجرائية أيضا لم يراعي الدستور يعني أنت دستورك وأنت تنتهك في الحقيقة والمحكمة الإدارية لما حكمت حكمت على الجانب الإجرائي أو الجانب الإداري من رئيس الجمهورية ملزم بإعادة القانون للمحكمة الدستورية وليس حقا على القانون نفسه لمجلس والمجلس الوزراء لازم يوفق معاه بغض النظر أنه هو اللي معين رئيس الوزراء أو معين الوزراء أو هو بيعتبر أن رأي رئيس الوزراء يعني مكمل يعني لكن هي في النهاية القاضي ينظر إلى النص هل عمل بالنص أم لم يعمل بالنص ف كان فيه خبر نشرته الصحف المصرية منذ أسبوع يعني بعد قيام الدكتور محمد مرسي بإرسال القانون إلى المحكمة الدستورية وحديثه على أنه أرسل هذا القانون لإختارها فقط وليس لأغذي رأيها أو لكي تعطى فرصة للمطابقة بين ما اقترحته أو ما أبدته من الملاحظات وبين ما تم تعديله ووقتها قيل أن هناك مشكلة بالفعل بعد موافقته على القانون ونشره في الجريدة في الجريدة الرسمية وظم أو راهن على أن الذين يطالبون بالمقاطعة سيتحللون بمرو الوقت وقال هذا صراحة لا زال هناك وقت مبكر ودي أفعال فيها غاية في الاستبداد ما ينفعش أن أنت لا تمتسل إلى العدالة وتكافؤ الفرص بين المتساويين وتتعامل مع الآخرين باعتبارهم قصر ويجب أن تستدعيهم إلى بيت الطاعة بالإزعان وفق مشيئتك وتراهن على هذا طيلة الوقت خطأ شديد لأن ده معناه أن أنت أمام حكم استبدالي بكل وضوح وصراحة ودون مواربة فلأنا عايز أقوله أن هناك هناك فرصة دكتور علاء بيتحلدس فرصة بس فرصة مش تقول أن في وقت أن الآخرين يعودوا إلى لا ما في وقت أيضا للسلطة أنها تراجع بعض تصرفاتها الخاطئة يعني وقت هنا ووقت هنا للخروج من الأزمة لكن إذا كان البعض يقول أن هذه وقت أنا أقول لك حاجة أنت عندك الانتخابات ستجرى على أربع مراحل والآن إذا أردت أن تجمع الجميع يجب أن تقلل الظرائع وأسباب الخلاف بقدر المستطاع حزب النور السلفي يذهب إلى هذه الانتخابات وهو يقول أن هناك إخلال بتكافؤ الفرص ومن سمى إذا شعر حتى لو بشكل متجرد في الجولة الأولى بأنه لم يحصد المقاعدة التي يردها ممكن أن يقاطع بعد الجولة الأولى بعد الجولة الثانية بعد الجولة ممكن تنضم أحزاب أخرى للمقاطعة هل هذا ما نريده؟ لماذا يجب على الرئاسة أو الحكومة أو النظام أي أن كانت تسمية مراجعة مواقفه والإصراع في الإصلاح ولا يجب أيضا على جابة الإنقاذ على كل المقاطع الذين كانوا مقاطعين ومعارضين أن يصححوا مواقفهم أيضا هذا القعدة الشرعية يقول ما لا يزعب القرآن يزعب السلطان ومن أفسد شيئا فعليه إصلاح لكن إذا ما أراد السلطان أن يزعب تقفون وتقول هذا حقوة استدادية لا لا هو يزعب العدل لكن هذا ليس عدلا هذا ليس عدلا أنه يدعو لحوار وطني حوالين قانون الانتخاب وينفرد بوضع القانون يدعو لحوار وطني حوالين الدستور ثم ينفرد بوضع الدستور ثم يدعو الناس إلى حوار وطني آخر وبعض الذين استجابوا ونتائج هذا الحوار تذهب إلى مجلس الشورى فيما يخص قانون الانتخاب وعلى فكرة نتائج هذا الحوار فيما يتعلق بقانون الانتخاب كانت تتخليه صحيح يعني اللي قعده في أسر التحدي وعمله كانت تتخلي القانون أفضل من كده حين ذهبت نتائج هذه الاقتراحات إلى مجلس الشورى ألقاها في سلة المهمات وقال قولا واضحا من رئيس مجلس الشورى هذه ليست منز صف هؤلاء ليسوا منتخبين هؤلاء تحت رحاية دكتور محمد مرسي المنتخب بـ 13 مليون أضعاف أضعاف الذين انتخبوا مجلس الشورى ومع ذلك المنتج النهائي يلقى في سلة المهمات ثم تدعو الناس إلى حوار هؤلاء على ماذا دكتور علاء يعني حزب الحضارة والتنمية أنتم كنتم البناء والتنمية البناء والتنمية أعتذر يعني الحزب كان أحد المدعوين والذين استجابوا لجلسة الحوار الوطني الأخيرة هناك أصوات داخل هذه الجلسة طالبت الرئيس أو قدمت النصح لرئيس الجمهورية بأن يعدل القانون يعيده مرة أخرى لمحكمة الدستورية بالتعديلات التي طلبتها ثم يعيدها للمحكمة يعني ألم يكن من الأفضل أن يسمع الرئيس لهذا النصح بدلا من أن يأتي حكم المحكمة لا هو كان الأفضل طبعا وده كان رأينا نحن طلبنا كثيرا أن يعود القانون مرة أخرى بعد التعديل بعد التعديلات التي أشرت إليه المحكمة الدستورية شددنا على أنه يجب أن يعود مرة أخرى إلى المحكمة الدستورية مع أننا نعلم تماما أنه لا يوجد نص في الدستور يوجب ذلك وجوبا ولكن قلنا حتى على الرأي الفقهي القانوني اللي يقول أنه لا يوجب نص في الدستور ما فيش نص بيوجب على رئيس الجمهورية أنه يعيد القانون مرة أخرى لمحكمة الدستورية ومع ذلك نصحنا الرئاسة أن تعيد هذا القانون مرة أخرى إلى المحكمة الدستورية حتى نسلم من أي عوار أو أي طعن أو أي قطح كما ذلك لكن هل توافق أن هذا كان موقفا استبداديا؟ لا هو مش موقف استبداد أنت لو رجعت هتلاقي كانت نزع هذا الأمر رأيان فقهيا فيه رأيان بيقولوا أنه زي ما أنا ذكرت الوقت فقهي قانونيين؟ قانونيين طبعا يعني الفقه يطلق على القانون يا دكتور أنا عارف يعني القانونيين قالوا أنه ما فيش نص بيلزم بعودة القانون فبالتالي من حق رئيس الجمهورية إصداره يعني زي السيناريو اللي تم ولكن هناك قال لا لابد من عودة القانون مرة وإحنا كحزبنا التانية رأينا عودة بس في حتة تانية مهمة أنه طبيعي اللي خل الرئاسة تتخذ الرأي الأولاني اللي هو عدم العودة هم قالوا ربما ده كان فيه تصريع يعني ما فيش وقت للعودة وما شابه وإيه خدوا بالرأي التاني اللي هو رأى بعدم عودة القانون مرة أخرى ثم وصلنا إلى ما وصلنا إليه الإلزام بالقانون المحكمة يعني لكن أحدا حتى هذه اللحظة يا دكتور ربما لم يقدم حلولا أو مبادرات كالتي قدمها حزب الوسط نقف على أهم ما جاء في مبادرة حزب الوسط ثم نعود لمناقشة لأن بالفعل فيها نقاط جديرة بالتوقف اللي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر من النقاط التي وردت في مبادرة حزب الوسط للخروج من هذه الأزمة أو سيناريوهات ما بعد تأجيل المحكمة للانتخابات التي كانت مقررة الشهر القادم أعود لضيفية في الستوديو الدكتور علاء أبو النصر الأمين العام لحزب البناء والتنمية والكاتب والباحث السياسي الدكتور عمار علي حسن دكتور عمار يعني هناك نقاط بالفعل الجديرة بالتوقف عندها يعني لما حزب الوسط بيدعو القوى الوطنية للتشاور حول تشكيل حكومة جديدة بالتوافق الوطني الواسع شوف أنا مبادرة حزب الوسط طبعا ليس لدي معلومات لكن قياسا على ما سبق نحن قدمنا المعلومات لا لا معلومات عن ما وراء صياغة هذه المبادرة لكن قياسا على ما سبق أقول أمرين الاحتمال الأول أن تكون هذه المبادرة تقدم بإرادة منفردة من حزب الوسط رغبة منه في حالة الموقف المتجمد وإنهاء الاستخطاب السياسي قد يكون هذا وقد تكون مبادرة حزب الوسط هي مبادرة مبادرة الإخوان مبادرة الحرية والعدالة ولكن هو لا يريد أن يقدمها بشكل مباشر إنما من خلال حزب الوسط لأن الذين قدموا المبادرة على مدار الشهور الفائثة كثيرا ما كانوا يعني خط دفاع عن السياسة الإخوانية فيما يتعلق بالدستور فيما يتعلق بالموقف من حزاب المعارضة الشيء الوحيد الذي اختلفوا فيه هي موضوع الحكومة لأن كانوا معها تشكيل حكومة غير حكومة بكتور الشامن دين ومن سما إذا بغض النظر عن ما لو كان بالعكس أنا أتمنى أنها تكون يعني أنهما بيقدمونها نيابة عن الإخوان بس لا أعتقد أن الإخوان من الممكن أن يسمحوا لأحد أن يقدم شيئا بديلا عنهم يعني دي مش في تصوراتهم لا 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 أنا عارف ده يمكن للآخرين أن يخدموا من تلقاء ذاتهم لا ليس عند الإخوان مانع لكن إن هما يكلفوا أحد أن يقدم شيئا غيرهم لا أتصور ذلك وإلا يبقى فيه زكاء سياسي لم نعهده في المرات السابقة دكتور عليك سأسألك عن هذه النقطة من المبادرة في تشكيل حكومة لكن أيضا أنتم فصيل مهم جدا وفصيل تاريخي في الطيار الإسلامي العام هل ترى أن الإخوان يلعبون هذا الدور ببقية الروافد الممثلة لهذا الطيار؟ لا طبعا هما القوى الأخرى يعني مع ذراف الفلسل مش إما لدرجة أن الإخوان يتلعبوا بهم أو يصدروهم في مشهد معين وإن قام هؤلاء الأطراف بمثل هذا فبيبقى عن قناعة تم عندهم بمعنى أن حزب الوسط لا أتصور حزب محترم وكوادره محترمة جدا لا أتصور أبدا أن هما يلعبوا هذا الدور وإنما إن كان لهم مواقف يكون ناتجة عن قناعة داخلية جمدة جدا بدليل أن هما في الآخر خلفوا الرئاسة في مسألة الحكومة هذا مثال واضح حتى في المواقف اللي قبل كده اللي هي سندة الإخوان عملوها بقناعة داخلية كاملة وتامة سواء المواقف من الدستور وقبلها كان بينهم معارك في الانتخابات هذه النقطة هل تراها بالفعل يمكن أن تكون خطوة على طريق الخروج من الأزمة الدعوة لتشكيل حكومة جديدة جميل أنا أقول لك كلام عام وكلام خاص أما الكلام العام فنحن في حزب المناطق التنمية نرحب بأي مبادرة تخرج البلاد من الأزمة شريطة ألا يكون هناك التفاف حول لا الشريعة ولا الشرعية لما هذا الأمر لا يصطدم بالشريعة بصريح الشريعة ولا يلتف حول الإرادة الشعبية فاصنع ما شئت واقترح ما شئت ونحن معك ده على الإجمال أما عن التفصيل فنحن لا نملاحظة يعني على سبيل المثال موضوع القانون موضوع القانون هو إحنا عايزين نحط نقطة مهمة جدا أن القضاء الإداري عندما حكم أبعادة هو حكم على إجراء على قرار مش على قانون بمعنى أنه هو ما قالش القانون ده فاسد لازم يتعدل لا ما قالش كده وما قدرش يقول كده ده هو حكم بإجراء معين بالقرار الإداري اللي صادر من رياسة فيه عيب إجرائي معين لازم يتم من ضمن هذه الحاجات أنه لازم القانون يعدي على المحكمة الدستورية ربما المحكمة الدستورية تقول القانون سليم 100% إذن هو العيب مش منصب على ذات القانون وإنما على الإجراء اللي تم بي فبالتالي كون إننا ألغي القانون ده واجيب قانون جديد لكن أنت في مسألة الحكومة أنت متفق أنه يجب تغيير حكومة لا كحزب ناون تنمية إحنا لنا موقف سابت من هذا قلنا إن إقالة الحكومة في هذا الوقت يعني أمر عبثي وتضيع للوقت ولكن قلنا إن كان فيه ضرورة وتوافق وطني على هذا إذن فليكن التغيير في الوزرات التي أخفقتها النقطة الثانية في المبادرة أو الثالثة سأبدأ بك ثم يعقب الدكتور عمار يعني حزب الوسط بيرى أن تشكل الحكومة من خلال الاتفاق على ثلاث شخصيات تقدم لرئيس الجمهورية ليختار من بينها رئيسا للحكومة والذي يشرع في تكوين حكومته بالتشاور مع كل القوى السياسية والمجتمعية أنا بقول لحضرتك الأصل قلته الأصل هو عدم التغيير ولكن إذا توافق كل قول وطنية وحضرتك يمكن تفضلت قبل الحلقة قلت أننا دائما نقدم الوصحة للحامة دائما نترك رأينا لرأي التوافق الوطني إذا تم التوافق حقيقة حقيقة وده حتة مهمة جدا لأنه كان صعب في الأمام الفاتحة تحصل التوافق على موقف معين لكن إذا افترضنا جدلا أن حصل التوافق وطني فعلا على شيء ما البناء التنمية بيترك موقفه والتزم بالتوافق الوطني دكتور هل يمكن لهذه القوة المتناحرة والمتصارعة والتي صدعت رؤوسنا من كل الاتجاهات من أول اليمين إلى اليسار أن تتفق على مبادرة حزب الوسط فيما يخص اختيار ثلاث شخصيات هل يستطيعون يعني السبب فيه لا أصلحنا دائما نمسك الأعراض ونترك سبب العلة سبب المرض هو انفراض السيد الأستاذ الدكتور المهندس محمد مرسي بالإعلان الدستوري في نوفمبر 2021 هذه بداية المشكلة قبل هذا مباشرة كان كل الذين يشكلون الآن قادة الإجابة الإنقاذ كلهم قابلوا وخرجوا من عنده وتحدثوا بإيجابية مفرطة للإعلان عن هذا اللقاء وعولوا عليه ووعدهم بدستور توافقي ووعدهم بقانون انتخاب عادل ووعدهم بحوار وطني حول قضايا عديدة لسيما قضية العدل الاجتماعي التي لا يفكر أحد فيها حتى هذه اللحظة ومع ذلك هو انفرض بهذا الإعلان الدستور وبدأت المشكلة لكن أنا فيما يتعلق بالمبادرة بتاع حزب الوسط علي أن أطرح سؤالا على النحو التالي من يقدم ماذا ولمن من حزب الوسط من حزب الوسط هو حزب الوسط بيدعو كل القوى السياسية للاجتماع كويش للاتفاق على بنود يتم التوقيع أسفلها أو المبادرة كتابة إذن نتعامل مع ما قدمه حزب الوسط باعتباره مبادرة أو مسودة أولية قابلة للتعديل لكن إذا كانت الدعوة تعالوا لتوافقه على القانون الذي انفرض أيضا حزب الوسط بوضعه مثلما انفرض الإخوان المسلمين بوضع قانون السابق يبقى أنا أعتقد أن الأحد سيستجيب ألا ترى أن ذلك مقاطعة مسبقة لشيء لم نعرفه بعد يعني هو حزب الوسط طرح مبادرة ينتظر لو الرئاسة قالت يعني أنا موافقة على هذا الكلام فيتم دعوتكم ثم نجل سنتشاور اسمعني سمعني سمعني تقاطع من قبل أن تدخل لا مش تقاطع قبل أن تدخل وأنا لا قطع أنا بكلمك على الطرف الأخرى أنا هنا بكلمك بوصفي باحث سياسي أنا لا أتكلم أيضا عن الدكتور عمار أنا أتكلم عن الطرف الذي اعتد أن يقاطع لا لا الطرف يعني يعتد عن نقاطها هي المعارضة من أجل المعارضة هي طرف لا إطلاقا هكذا اعتبرها لا 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 هي دي ثورة شارك الإخوان دخلوا عليها متأخرا كمان والتيارات الإسلامية والدكتور محمد مرسي قال هناك شركاء في هذه الثورة لما أحد ينفرد ويأخذ يهمل مشروع الثورة ويجير إمكانات الدولة في حساب مشروع آخر لا علاقة له بمشروع الثورة هل ليس من حق الآخرين أن يضيءوا اللمبة الحمراء ويقولوا له كيف تنبأ هناك مشكلة أنت تخرج عن المصار من حقهم يعني هي المعارضة هنا مش طرف هؤلاء لو دعوا إلى حوار وطني كما طلبوا اللي هو الدكتور علاء بيقول لك الحكومة يا عزيزي هناك مشكلة في هذا البلد أن كثيرين يختزل الديمقراطية في صندوق الانتخاب الديمقراطية ليست صندوق الصندوق هو مجرد إجراء قبل الأخير من عدة إجراءات قبل الإجراءات هناك أمور عديدة منها لابد من تكافؤ الفرص بين المتنافسين فيما يتعلق بالحكومة أن تغييرها في شهرين عابت لا أنا عندي وزارات فيها وزاراء من الإخوان لها علاقة مباشرة بالعملية الانتخابية دي بتخليب تكافؤ الفرص هل تعلم أن يامل حزب الوطني على سبيل المثال ما دي الإجراءات اللي كنت طعا ودي على فكرة سائدة في الدول الاستفادية وتزال مستمرة بمعنى أن الدولة أحيانا تحبس الحقوق للمواطنين في المحليات وتفرج عنها قبيلة الانتخابات ومن تدهاش لمرشح المعارضة ولا لنائب المعارضة في البرلمان بتدهيها لمرشح الحزب الحاكم دكرة يعني البعض يرى أن انتخابات مجلس الشعب الذي حل يعني كان ما كانش معهم الحكومة كان أثناء هذه الانتخابات كان هناك شخصيات في حكومة لها اتجاهات لا 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 أبدا واضحة غير إسلامية وشرفت عن الحكومة حكومة كان مشكلة المجلس العسكري اللي ما دخلش طرف في العملية الانتخابية كانش مرشح لوقات في العملية الانتخابية وكان بيتعامل لأن دي مرحلة مؤقتة وينيها وللأمانة يعني وده هي يحسب في التاريخ أن هي يعني قياسا إلى ما سبق يعني في تاريخنا كونه انتخابات 76 فقط والانتخابات والاستفتئات اللي جرت أيام المجلس العسكري كانت جيدة يعني باتفاق الكل حدش يقدر ينكر في ذلك وكان تكافؤ الفرص موجود لأن وزير السياحة مثلا اللي كان من حزب الوابدي لا علاقة له بالعملية الانتخابية لكن وزير التموين له علاقة بالعملية الانتخابية وزير الداخلية له علاقة بالعملية الانتخابية وزير الشباب له علاقة بالعملية الانتخابية لو خدبر حضرتك وزير التنمية المحلية له علاقة مباشرة بالعملية الانتخابية وبالتالي هذا وزير قول العمل وزير قول العمل هذا يخل بتكافؤ الفرص بين المتنافسين فالناس اللي بتطالب بحكومة مش فقط عشان أنهما شايفين أن دكتور هشام أندي ليس رجل المرحلة وليس لديه الكفاءة لكن أيضا بما في ذلك حزب النور بدأ يتحدث الآن عن الإخلال بتكافؤ الفرص بما في ذلك أطراف في الطيار الإسلامي لديها رأي منصف ومستقل دكتور علاء هل تعتقد أن البعض في جبهة الإنقاذ أو في بقية الطيارات التي تعارض الرئيس مرسي هي محقة فيما تراها أنه بالفعل هو يدعو لجلسة حوار ثم يفعل ما يريد هو يدعو للنقاش ثم القرارات معدى مسبقا هل مسألة بهذه الصورة أم أننا نظلم الحكم لا أنا لا أعتقد تكون بهذه الصورة وإلا يعني ما كانش كلف نفسه وعمل حواره لا هو الأمر أني حتى لو افترضنا جدلا أنه ده واقع ما الذي يديرك أن تحرج هذا الرئيس وتر من الكرة فالعب يعني ده لو الأمر كده جدلا بمعنى بمعنى أنت تعالى كمعارض وده حصل في آخر حوار كل واحد عرض ضماناته كان حزب ماء وتنمية معه ورقة لإلقاء الضمانات المطلوبة في العملية الانتخابية وقالها عندما يخالف الرئيس كل التوافق الوطني ده وكل الحوار الوطني ده ويعمل نفس ماجه يبقى أنت كده رمية الكرة فالعبه بمعنى أنت بتثبت لرأي العام كله أنه هو أنا رحت واستجابت ورحت وعدت على الترابيزة وهو اللي خالف بالعكس أنت بتثبت عليه وبتحقق في حقه نقطة زي ما بيقوله يعني هذا أمره ولكن أنا كان عندي تعليق لكن ممكن يكون ذهابه يعني ديكور لا الديكور زي ما الديكور انتهى يعني أنا دلوقتي المعارضة صوتها عالي جدا وعملها يعني تتكلم ليه الو نهار هتقول لي يعني ديكور زي زي زمان كنت أصدق موضوع الديكور فيه راجل مستبد راجل طاغية وعمل كم حزب كده للمعارضة وممكن يدي كم واحد كم كورس في كم حتة في المجلس الشعب ومجلس الشورى عشان يعمل شكل جميل وديمقراطية وفيه ناس معارضة هنا ومعارضة هنا والمعارضة مرسومة لها تقول لي وما تقول شيء تقول لي امتى ده أصدق الكلام داوات ولكن دلوقتي أنا حكاية الدكور داوات طب ما اتعامل الدكور يا دكتور علاء في مجلس الشورى لا الصورة كان فيه توافق لا لا كان فيه توافق لا موضوع عبر توافق كان لك تعليق على كلام الدكتور تعليق حكاية النغمة اللي دايما تقول وديت حتى متحضة ونفس الطاري اللي بيقولها بيرجع تاني ويزبط تحق الطاري الإسلامي اللي هو دايما نقولك الطاري دخلت صورة متأخر ده سرق الصورة ده طبعا كلام طبعا نحن عايزين نتجاوزه لأن الكلام حتى مشاركين في صورة يعلمه تماما أن الطاري الإسلامي كان من أوائل الذين شاركوا فمش عايزين نخلي النغمة دي كل شوية تقفز حول الحديث لأن معروف تاري الإسلامي شارك وشارك بقوة فمش عايزين كل شوية نعيد هذه النغمة مرة أخرى دي حاجة الحاجة التانية أن احنا ما شفناش حكومة دولة ديمقراطية وجميلة وعيشة كده ويجي قبل الانتخابات تقول للرئيس أو رئيس الوزارة لا غير للحكومة عشان الحكومة فيها وزير كذا وزير كذا وذول تابعك وبالتالي أنا أخشى عن العملية الانتخابية فيه آليات أخرى غير كده معروف فيه إشراف قضائي فيه مجتمعات المنظمات المجتمع المدني فيه حاجات كتيرة جدا تضمن هذه العملية أما أن أنت تقول لي شلي الحكومة عشان انتخابات هل أنت رأيت في أمريكا أو إنجلترا أو أي دولة ديمقراطية حد من المعارضة قال للحكمة أو السلطة الحاكمة شيلوا الحكومة عشان نضمن عملية الانتخابات يعني أنت ترى أنه ليس منطق تلتيب بقدر ما هو منطق تلكيك سميه زي ما تسميه لا أنا أريد أن أستفهم لا لا أنا بقول أن الأمر ده ما فيش رابط بين الحكومة حتى ولو كان فيها وزارة دبعة للسلطة الحاكمة أن ده ما فيش تعرض بينها عملية الانتخابية بيضمنها أشياء أخرى بيضمنها أشياء أخرى زي الإشراف القضاء مثلا زي مثلا في حاجات بإجرائية بقى الصندوق مش عارف يبقى شفافه والورق يبقى مختمه فده عملية يعني مش مقنعة تماما إن إحنا أقول عشان تعمل عملية الانتخابية وشارك فيها شل الحكومة لا ده أمر طبعا مش مقبول وغير منطق وغير عقلي بدليل إن في الدول الديمقراطيات الأخرى عمرنا ما سمعنا بهذا الطب دكتور عمار ما فيش مقارنة بين الدول الدول الديمقراطية في كده وفي حكومات بتبقى منتخبة بشكل شرعي ولما تشعر أن هناك في حرق يتعلق بشرعيتها بتدعو الانتخابات مبكرة لا تتحدث ولا تقارن بين دولة الآن نحن نتحدث عن انتخابات مبكرة نحن مرتبطون بتوقيت زمني لا وبمدة وفقا للدستور أنا بعمل مصار برعانة أما تاخدنيش في طريق جانبي أنا بعمل مصار برعانة بطريق معايد ما بقول عشان أبقى فاهم في الدول دي بيعملوا انتخابات مبكرة لكن يعني إحنا عندناش مقدمين على كده هناك في قواعد مستقرة هنا القواعد لم تستقر بعد يعني قواعد تداول السلطة وأضحى هناك لا جدالة فيها أيضا هذه الحكومة كان يفترض وكان يتوقع وكان يقال حتى من حزب الحرية والعدالة أني عقب إقرار الدستور سيتم تغيير الحكومة هي مصر فرن تجارب حقل تجارب عشان نجرب فيها شخص سبت يعني تدني كفاءته قياسا إلى شخصيات أخرى موجودة بما في ذلك ما يكتب في صحيفة الحزب الحاكم أو الحرية والعدالة عن الدكتور هشام أندي مع كامل احترام يمكن مهندس جيد نتكلم على رئيس حكومة في هذه اللحظة السورية عنده تصور ما عنده رؤية عنده إمكانيات عنده قدرة على إدارة فريق عمل يعني هذا هو السؤال يعني تغيير رئيس الحكومة يعني مسؤالة طرفية ما نعكس السؤال يا دكتور يعني نتحدث عن فترة نتحدث عن شهر لو كانت الانتخابات أجريت شهرين على الأكثر يعني ما اضرر أن يظلم الضرر لنا قلت في الأول أستاذ محمد يعني شهرين لا اضرر لنا قلت أن هذه ليست حكومة محايدة لإجراء انتخابات في هذه المرحلة لأن نحن يعني مسألة مرتبطة بالحياة لأن بعد كده اسمح لي بعد كده عندنا آليات معينة لاختيار رئيس الحكومة وفق الدستور آليات جيدة أنه هو رئيس يعين وبعدين يعرض على مجلس الشعب من النواب مجلس النواب اللي لم يوافق شخصية أخرى يرشح هو فإذن إحنا داخلين على نمط آخر أشبه بالنظام بالنظام البرلماني الدكتور الشام أعطاك مثالا للحياة يعني أن هناك إشراف قضائي لا لا فيه ضمانات كتيرة جدا الإشراف القضائي أولا نمر واحد الإشراف القضائي حتى هذه اللحظة يعني من ضمن الأسباب التي قيلت على ألسنة مسؤولين في الدولة أنه قسم الانتخابات إلى أربع مراحل حتى يضمن إذا قاطع قطاع من القضاء قطاع كبير من القضاء الإنتخابات يوفر للأربع مراحل ده حاجة جميلة أنا بتأكد إن الإشراف القضائي موجود معلش 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 دي حاجة الحاجة الثانية يعني إذن الإشراف القضائي قد لا يكون كاملا زي ما كان أيام الدستور أن أنت تجيب لي قضاة هيئة قضايا الدولة لأنها قضايا الحكومة وتقول دي هيئة قضائية أو النيابة الإدارية تقولي دي هيئة قضائية ده نص الدستور لأ أنا عايزين معلش ما هو ده اللي إحنا بقول لك عليه نص الدستور الجديد خلاص يبقى أنت إذن إلا أنا كتبته صح من لما قلت هذا الدستور هو ترجمة لمشروح تمكين جماعة الإخوان لأنه هو مهندس المسألة في المرحلة الانتقالية بحيث يسيطر على كل شيء بما في ذلك ده إن أنت عايز القضايا يقطعه أنا ضمانا لهذه المقاطعة هدخل النيابة الإدارية وهدخل هيئة قضايا الدولة وهديهم حوافز بنص الدستور عشان أستخدمهم هل هذا ممكن؟ طيب القاضي في لجنة فيها ألف وألفين والراجل ده شافي في الانتخابات من زمان أنت كنتوا حينما بتقطعوا الانتخابات بعدها الانتخابات مش ضرورة القاضي هو قاعد العملية الانتخابية عملية غاية في التعقيد مين اللي هيعايله الموظفين اللي في اللجان هتجيبه المدرسين مين اللي هيخاطب بالتعيين وزير التربية والتعليم يعني يا دكتور على القضا حينما أشرفه القضا حينما أشرفه على الاستفتاء الأول استفتاء 17 مارس أو الانتخابات فيما بعد هل لاقوا كل هذه التعقيدات هل لم يخرج وقتها رئيس نادي القضا وقال يعني إن القضا لاقوا متاعب جم أحدهم ذا يعني صور المسألة على حجم المعاناة التي لقاها القضا وبالتالي يعني الإشراف كان تأمن لا هو القضا بلاقوا متاعب في كل عمليات اتخابية يعني مهما حطيت التصورات ومهما حطيت من ضمنات الأضي بيتعب بيسافروا بيروحوا بيفضل يراقب المتاعب تعني أن المسألة كانت معقدة بدرجة أكثر لا يستطيعون معها أن يحكموها لا 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 أظن ذلك وده يعني بشهادة كل المنظمات المدنية اللي رقبت بشهادة كل المراقبين بشهادة كل القضا نفسهم بشهادة اللجنة العلو الانتخابات اللي سردت المحاضر محضر بحضر وقالت هي عملت فيه قالوا اللجنة الفلانية اللي قالوا فيها كذا الحقيقة فيها واحد من ثلاثة ده إن انتخابات يا دكتور على لأيام المجلس العسكري لا والانتخابات الأخيرة لا الاستفتاء الأخيرة كان الدكتور حلم الجزار اللي هو قيادة كبير جدا في كان موجود في لجنة من اللجان بيعد ورق يا دكتور أنا دربت أنا دربت المثالين بالاستفاء ثم الانتخابات يعني لما أتحدث عن الاستفتاء أخيرا طيب دعنا ننتقل خطوة إلى الأمام هل بعد هذا الحكم من بين السيناريوهات المتوقعة أيا كان شكل الحلول والخروج أن تهدأ حدث الاحتقان والاستقطاب أم أننا سنظل محلك سر لا نأمل في ذلك ما أنا في بداية الحلقة قلت كلنا نتمنى أن نسلك عن توقعك السلبيات من السلبيات أو السلبية أخطر سلبية في الحكم بتعاول البارح هي تطويل الفترة الانتقلية الفترة الانتقلية ديت معروفة فيها توترات وقلق القلق بيؤدي إلى احتقانات وحرائق واشتعالات بيؤدي إلى قصور في النحة الإمنية كل ده كله بيؤدي إلى قصور في النحة الاقتصادية دي حاجة معروفة فبالتالي إحنا بنقول كنا عايزين نسرع في العملية الانتقابية عشان نستكمل المؤسسات التي لم تستكمل بعد يبقى الفراغ التشريعي ده ويسدل أن المجلس الشورى مهما كان مش هيقدر يسد هذا الفراغ كاملا لابد من وجود مجلس تشريعي وبالتالي هننتقل نقلة بالبلاد إلى نقلة الاستقرار اللي تؤدي إلى بقى اللاجل الاقتصادي والأمن والآخرة فدية كانت نقطة مهمة جدا فأنا أرى إن شاء الله أن الانتخابات القادمة ومجيء المجلس التشريعي هيكون خطوة مهمة جدا جدا نحو الاستقرار طيب دكتور عمار سؤال عن توقعك ورؤيتك لتصرف جبهة الإنقاذ القانون لو عاد للمحكمة الدستورية يعني خلاص أصبح لدينا قانون للانتخابات والانتخابات على الأبواب هل تتوقع أن تظل الجبهة مقاطعة لأن الحكومة لم تتغير؟ طيب النهاردة الإبن الأصغر للمهندس خيرط الشاطر كاتب حاجة ظريفة على الفيسبوك عن جبهة الإنقاذ؟ لا عن أن الجو مطرب جدا هذا اليوم أين البرلمان؟ يعني ده دكتور عصام العليان لما كان يحصل حاجة أين البرلمان؟ في وهم اسمه استكمال المؤسسات طيب ما نستكملنا المؤسسات أيام الجنزوري وأيام المجلس العسكري كانوا يقولون مكنونا من الرئاسة نحن بلا سلطة تنفيذية أنت الأول تعلق يعني لم ترجم على السؤالي معنى البرلمان لكن ليس معنى السلطة التنفيذية نريد السلطة التنفيذية حتى نستطيع أن نفعل شيء خادوا الرئاسة هي أعلى منصب تنفيذي في البلد وحولوا مجلس الشورى البرلمان وبعدين يقولك التشريعات طيب ما أنا عندي مجلس الدولة يشرع وشوف قوانين ويراجع قوانين وهو فيه منتدق مبارح قانون الحراسات الخاصة اللي عايزين يسلحوا ناس في الشوارع عاو تعملوا حرب علية بتعملوا وزارة العدل بناء على طلب وزارة الدخلية يعني وزارة العدل فيها قسم للتشريع أنت أخرج تاني من السؤال إلى السؤال آخر والبرلمان بشرع إذن إليك سؤال فكرة استكمال المؤسسات هل بعض المحللين والمراقبين أصبحت لديهم تيمة أو لا أريد أن أسميها يعني عادت تشبيه الإخوان بالحزب الوطني وتشبيه الرئيس مرسي بالرئيس السابق مبارك يعني هذا هو الطريق الوحيد لأنه فيه مطبقات يعني دي مش كلام جزافي الفرق الوحيد بين مبارك ومرسي ليس هو الشخصين لكن اختلاف الظرفين أن الثقافة السياسية للشعب المصري تغيرت اللي قاله الدكتور علاء أني دلوقتي محدش يقبل يبقى دي كور محدش يقبل يبقى إما عغير لو هو عنده تأصل للأمام إن الشعب المصري لا رأس الحكم شوف أي سلطة في الدنيا أنت بكرة لو قلت الميركل ولا أوباما أن أنا هشيل الدستور الأمريكي وأحلك من بعض الالتزامات وبعض الرقابة ومعرفت شوء هي مستبد أي سلطة نازعة للاستبداد هل لا فرق بين الرئيسين هل لا فرق بين الرئيسين سواء أن الشعب تغير لا طبعا أولا بس أعترض على الدكتور في مسألة دستور الأخوان أعترض على الأخوان كانوا كامل 33 يعني هما اللي بيصوتوا بالأغلبية طب لو الأخوان 33 فين السبعة ولا الثلاثة وسبعين ولا السبعة وستين دولة يعني فحكاية الدستور الأخوان دي برضو يعني أنا أتحفظ عليها جدا والرئيس أجيلك برضو حكاية حرب شوارع يعني أنا لو عايز أتسلح وبقى في حرب شوارع نستني قانون بالله عليك يعني أنا عايز أخرق القانون هخرق القانون بقانون يعني برضو عايزيني يبقى فيه شيء من المنطق والعقل أنا لو عايز أعمل حرب شوارع زي ما بيقولوا طب ما السلاح مليان ده العيال في الصيبية اللي بيرموا للشرطة والمنشآت بالحجارة دولة يقدروا يسلحوا نفسيهم فحكاية أنا مش مستني أعمل قانون عشان أسلح الناس أو أنزل مليشيات الكلام ده كله برضو كلام واحد معلش صبرا عليها شوية موضوع بقى تشبيه الحزب الوطني بالحرية والعدالة والرئيس مورسن بارك ده قمة الإجحاف وعدم الإنصاف يعني أنا أنا مش عايز أسم في هذا الأمر إن هو واضح جدا يعني يعني الرئيس بيشتم ليلة نهار ويسب ليلة نهار هتجيبه زي حسن بارك مش عشان هو أو زيه الفرق بينه وبينه إن الشعب المصر تغير ومش يسمح لحد تاني إن هو يتعالى عليه إذن همزك طرف الحوار لا همزك طرف الحوار إذن طالما الشعب تغير ولن يقبل فإذن لو كان طغير الشعب ما كانش قبل أيضا فالدكتور بيرد على نفسه إذن أنا يعني بصراحة من الإجحاف والظلم أن أشبه الدكتور محمد مرسي الدكتور في الهندسة الراجل اللي آها بإرادة الشعقة دكتور عمار دكتور عمار دكتور عمار يعني خلاص انتقلنا من خانة تشبيه الرئيس الحالي بالسرطة أنا أخوي علاء أنا أحبه فول طول الوقت طول الوقت طول الوقت يعني لم يعني أنال من رأيي له بمعنى إن كلامه أنا شعر فيه مجرد وهم أنا متحفظ على هذا الكلام أرجوك أنا بقول إن هذا القانون اللي بتطلع وزارة العدل أبيو شرعين لاحتراب أهلي مش إن هي أصدى كده لا في البروسس في الإجراءات إن أنت أحيانا بتطلع تشريع هذا التشريع قد يؤدي في العملية الاجتماعية إلى ذلك يؤدي إلى ذلك دكتور وأنا أسجل تحفظك لكن أنتقل إلى نقطة أخرى يعني بعيدا عن خانة الرئيس الذي تغير أو لم يتغير أو شكل هل المعارضة في مصر أفضل حالة من المعارضة السابقة هل المعارضة طريق بهذا الشعب لو يعني سمحنا أن ننتقد الرئيس بهذا الشكل فلننتقد الطرف الآخر عشان بس نتكلم بصراحة شوف السلطة والمعارضة في مصر في قطاع كبير منها هي جزء من النظام السابق السلطة الحالية خلينا بأن نتكلم في المعارضة ده تخارج من شوف النظام السابق ده مش أشخاص النظام السابق ثقافة النظام السابق سياسة النظام السابق تصورات في هذا الفلك الجزء الأكبر ذلك أعطيني أدلة على المعارضة المعارضة فيها جزء لا أعطيني أدلة يعني فيه جزء برضو لا زال يلعب دور الديكور للسلطة كما كان يفعل ذلك الأحزاب الورقية كما كانت موجودة موجودة العيب في المعارضة إنها مش قادرة تتوحد وهي متشرزمة آه موجود عدم القدرة على الانخراط الاجتماعي بشكل أكبر لا زال عيب مستمر طبعا موجود لكن الذي تغير هو الثقافة استثالي الشعب والطاقة الشبابية والكتلة السورية الحرجة اللي بيتموجودة في كل نحية الجمهورية واللي هي لن تكف إلا إذا تحققت كل مطالب السورية شكرا جزيلا للدكتور عمار علي حسن وشكرا جزيلا للدكتور علاء بنصر شكرا لكم مشاهدين حوالنا نستطلع السيناريوهات المحتملة بعد قرار تأجيل المحكمة الإدارية فإذا بنا نذهب إلى يعني حديث في الواقع السياسي في حديث الحكم حديث النظام حديث المعارضة عموما الخلاف لا يفسد أو لا يجب والله لا يجب أن يفسد للود قضية مع أنه أفسد في مصر كل قضية شكرا جزيلا لكم دمتم في رعاية الله وأمنه شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا لكم اشتركوا في القناة